اهلا بكم جددنا اصدقائنا مناصر من ايان بالعربي في هالدرس سنقوم بتحويل الاتم موجود عنا الى سلايدر طبعا السلايدر هو عبارة عن مجموعة من الشرائح تتحرك بشكل جانبي بشكل افقي او بشكل عمودي في هالحالة سنقوم بعمل سلايدر يعمل بشكل افقي فسأذهب الى المين بانل هنا لدينا سلايدر بانل هنا لدينا مين سلايدر ولدينا سلايدر كانتين هنا سلايدر ايتم طبعا كما تلاحظون سلايدر ايتم الموجود عنا احنا معطينا حجم الحجم هذا طبعا عن طريقة سلايدر ايتم زي ما احنا شايفين طبعا معطينا اميج معطينا اميج كمان لسلايدر طبعا ممكن تعمله preserve الاسبكت بهذا الشكل اذا بتعمل preserve الاسبكت بهذا الشكل طبعا راح يحفظ الاسبكت رايشيو الخاص بطول العرض طبعا نتيجة ذلك فيه بتأثر عندنا اللي هو المين بادل المين بانو طبعا خلنا نعملها برضون زبطها في عنا الابر بانيل اه زي ما انت شايفين اه فيها ايضا بريزيرف اسبكت اوكي في عنا الباتن بانيل اه موجودة هنا تلاحظوا انه ايضا عمدينها احنا اعطينها ايميج سلايزد هنا في الايتم الايكون موجودة بريزيرف اسبكت بريزيرف اسبكت طبعا ليش بريزيرف اسبكت عشان نحفظ الابعاد طبعا نتيجة ذلك راح يكون في عندي مجموعة من التغيرات طبعا اول شي بتلاحظوا في عنا المينيو اللي بالاسفل اه اللي هي الباتن بانيل اه راح نضغرها شوي فتمسكها من الاطراف اه منزغرها اه الى هذا الشكل اوكي ونمسك الانكور منزغرها برضو اه الانكور الخاصة فيها فبدأ دابل كليك هنا تكبر شوي دابل كليك كما مرة تسحب الانكور على الزوايا زي ما تعلمنا في الدروس السابقة اوبس نكبس ألت ومنزغ على يمين على يصار ونحرك الانكورس بهذا الشكل اوكي هاي بنسبة الباتن بانيل اه اوكي بنسبة الايتم اهي الباتن بانيل هاي ايتم موجود بهذا الشكل طبعا ممكن تيجي على الايتم بانيل تكبس هون اه تعملو اكسباند طبعا اكسباند اللي هو الانكورس بصيرو على الحدود الخاص بالبيراند ممكن اكبس الت واكبس على الزر الموجود هون عشان خليه يمغط على جميع البيراند اوكي هاي برضو تترك حلوة فاي الباتن بانيل بهذا الشكل اوكي ممكن نسحب الباتن بانيل للاعلى قليلا ونحرك برضو الانكورس معنا الى الاعلى قليلا بهذا الشكل ممتاز جدا بالنسبة لا الابر بانيل اللي شايفين احنا هون طبعا بتلاحظ ممكن نزغرها شوي نزغرها ونزيحها الى اليسار قليلا اوكي نضبط الانكور طبعا ليش خطوة هاي مهمة جدا يا جماعة لانه اه السلايد هاي رح تكون زي تيمبليت او زي قالب لا السلايدات الثانيات فمهم جدا انك تشتغلها بشكل صحيح بشكل او سليم اوكي هلا المدل بانيل في عنا كمان ستيتوس موجودة عنا هون فممكن ستيتوس برضو او نعمل شيفت على الكيبورد نزغرها الشي بدار ضئيل نحركها نحو اليسار هذا الشكل نضبط الخاص فيها هذا الشكل اوكي فضل تعملها لكل البنل الموجودة عنا عشان نحفظ الاسبكت الخاص فيها فبعدها بعمل سيف للسين طلعت هيك حتى لو زغرنا بظل الاسبكت عنا شغال مئة في المئة المين اي مجر في النص برضو عملها عشان نحفظ الاسبكت الخاص فيها ما تخربش يعني ما تصيرش او تخرب لما تزغر فهيك احنا عاملين الاسبكت لجميع السلايدر ايتم الموجود عنا هون اوكي ممتاز فبعد اعمل سيف خطوة ثانية بدي اذكركم فيها انو ما تنساش تعمل باك اوب يعني دائما تروح على المشروع اللي عندك بتعمل باك اوب فدايما نحاول اخد باك اوب من المشروع طبعا اذا بتيجي بتعمل باك اوب في الران تايم اذا بدي اجي هون اعمل مثلا زيب فايل اعمل اوكي طبعا راح يعطيني ارور بيحكي لانو في عندك اسيت انت ان يوست فعشان تعمل باك اوب في الينيتي اه طبعا لازم تيجي على المشروع اللي عندك تسكر المشروع تسكر المشروع الينيتي وبعدين بتقدر تاخد اه باك اوب باك اوب طبعا هون نيجي بنعمل اد ارقايف زيب فايل باعملها مثلا فور اي وباعمل زيب فايل كيف هيك انت بتاخد باك اوب بعدها تفتح مشروع الينيتي كمان مرة طبعا شو اهمية ال باك اوب انو اذا انت تخربطت في الخطوات السابقة ممكن ترجع للخطوة اه السابقة وتعمل رول باك يعني ما بصيرش عندك مشاكل اه يعني في احيانا كثير في اليونيتي الخصوص احنا نحكي عن اليونيتي احيانا كثيرا انت تكون تشتغل تنسى شغلات تخربط في شغلات فهاي خطوة جدا مهمة انك تعمل باك اوب فعلام احنا محكي عن سلايدر ايتم موجود عنا بعدما امنا validity بعدما كمنا بتاعديلي وتصبيطه اعا بنى نضيف سلايدر اوك اي بدنا نضيف السلايدر عشان نضيف السلايدر فيе 3خطوات رئيسية queナضيف سلايدر اول شي تحكي بدك تحكي ايش الا ايش اللي بدكتوي triggered slider شو القطعة اللي بدكتوى التحتوي على تدفي اللي موجود عنا يعني جليه عنا انو الكطعة تحتوي على slider lash slidr content اوكي ابروح انو على slider content لها السلايدر. الا بس السلايدر فيه ترك لانه السلايدر انت بتضيفش على البييرانك مباشر انت بتضيفه على الاشي اللي بيحتوي على البييرانك. وما فيش عندي كمبونات اسمه سلايدر. في عنا اشي بسموه هريزنتل اه لي اوت في عنا اشي بسمو اه ريكت لي اوت. خل راح شوف شو يعني المقصود بهاي المصطلحين. بداية نخليه نضيف نروح على السلايدر كنتين نضيف عليه هوريزنتل لي اوت. فابداج انا هون اضيف هوريزنتل اه لي اوت جروب. اكي. اه في لها في لها بادين. راح نشوف شاني شاني بادين. لاحظ لما ضيفنا عليها اه هوريزنتل لي اوت جروب. يعني ما صارش عندي اشي فانسي. ظل الاشي نفس ما هو ممتاز. الا عشان اضيف السلايدر في عندك كمبوننت اسمها ريكت. اه سكرول ريكت. اوكي سكرول ريكت كمبوننت. الا الكولل ريكت كمبوننتinte هي عبارة عن كمبوننت بتضيفه عشان تعمل السلايدر. فانا راح اضيف سكرول ريكت كمبوننت وراح نخلي الخاص فيها اللي هو سلايدر كونتنت فبدا اسحب سلايدر كنتين اضيفه على الكولل ريكت كمبوننت. على كي تشتغلوا عشان يكون عندك سلايدر بشكل عام. من اختار هالي هو سلايدر راح يكون عندي هوريزنتل لفيرتكلا طبعا من الاكيد ان احنا راح نعمل سلايدر افقي فراح اختار هوريزنتل بالنسبة للكمبونت فيه كمان كمبونت اسمها ماسك فبدي اضيف 2D 2D ريكت ماسك على اللي هو المين سلايدر الموجود عندي ليش بدي اضيف ماسك عشان الماسك اللي هي بصيبها مصطلح الوفرفلو انه اي اشي بطلع خارج الاطار الخاص بالمين سلايدر هون اي اشي بطلع خفي فبكوني سلايدر فقط في هاي المنطقة المربعة على سلايدر content اللي موجود عندي حاليا فش عندي عنصر واحد يعني اذا بتيجي بتعمل save بتيجي بتعمل رانع المشروع راح تلاحظ انه راح يطلع عندي سلايدر سلايدر هذا فيه فقط عنصر واحد فقط اوكي هاي في عندي عنصر واحد لكن عنصر واحد بتحرك يمين يسار طبعا ليش بتحرك يمين يسار لانه في عندي انا هنا هوريزنتل لائت جروب والهوريزنتل لائت جروب ضيفها انا في داخل scroll rectو عامي عليه 2d mask فتلاحظ الماسك اللي موجود عندي هاي الحدود الخاصة في الماسك فاذا بتطلع خارج الماسك بيختفي فهاي هي وظيفة الماسك طبعا الماسك فقط افقي ريكت scroll rect افقي فبتقداش تحرك لفوق لتاحد اوكي فنبس على الجوانب بهذا الشكل فهيك احنا عملنا سلايدر لابدك تعمل اكثر من عصر في سلايدر ببساطة جدا تيجي احنا حاليا في play mode فباجع على سلايدر item موجود عندي هون بعمل duplicate بعمل duplicate بهذا الشكل بهذا الشكل لما تيجي تعمل duplicate تلاحظ لما عملنا اكثر من عنصر في عندنا عدة امور صارت بالنسبة للهيط الخاص بسلايدر يعني ظل في سلايدر لكن كانو الوجه الخاص بالحجم اللي عندي تقسم على اربعة اوكي فبتقداش على slider content الموجود عندك هون في عندنا slider content طبعا slider content احنا مش تلاعبين في الودث الخاص فيه فاذا بتيجي على slider content بيسحبوا على اليسار على اليمين بهذا الشكل اوكي هلا هيك احنا عاملينه في اليمين طبعا ليش احنا على اليمين لانه احنا عندنا اربع عناصر هون عنصر عنصرين ثلاث اربع عناصر الاربع عناصر هذول كل واحدة لها ودث مثلا هون ثلاث مية ثلاث مية بيكسل اوكي ثلاث مية بيكسل في اربعة الف ومتين فلازم يكون الودث الخاص في العنصر اللي هو slider content يكون على الاقل الودث الخاص فيه الف ومتين اوكي طبعا احنا هون بتلاحظ انه اا عاملينه stretch اوكي معطينه احنا stretch ومعطينه write minus اربعمية و وتسعة اربعمية اربعة اربعة اربعين فاذا بتحرك عليه صار بكل ال write اوكي فاحنا هون مثلا اا write تقريبا زيرو زيرو او او two two لما تزيح لليمين انت بتزيح تقريبا بمقدار اا اللي هو يعني احنا بدنا نزيح بمقدار اا اللي هو الودث اللي عندي ثلاث مية واربعين مثلا هلان تشغل اه لحاسبة نعمل calculator اوكي هي ثلاث مية واربعين ضرب انه اربع عناصر تحكي عن الف ثلاث مية وستين الف ثلاث مية وستين فالودث الخاص بslider content لازم يكون الف ثلاث مية وستين طبعا لكن بتيجو هون تلاحظ انه من ال write هو ما يخبر تسعمية واربع عشر فاذا بتيجو بتحط ماينس تسعمية واربع عشر راح تلاحظ فيه عنده اربعمية وستة واربعين تقريبا فخلينا نشوف ايش الحجم اللي احنا ممكن نحركه لل write لازم زي ما حكينا يكون اه بما انه احنا عنا هون ثلاث مية واربعين تقريبا فثلاث مية واربعين ضرب اربعة ثلاث مية واربعين ضرب اربعة عفوا نحكي تقريبا ع الف ثلاث مية وستين فخلينا نجرب نزيح من ال write الف ثلاث مية وستين شو شو راح يعطينا هون هاي الف ثلاث مية ماينس الف ثلاث مية وستين هاي ماينس طب خلينا نرجع اه ع الوضع الطبيعي نعمل play اوكي اعمل play تلاحظ انه slider item موجود عندي الودث تاعه ثلاث مية وثلاثين فروح ضيف اربع عناصر و slider content 00 روح ضيف اربع عناصر ريح ضيف عنصر كمان عنصر اعمل duplicate تلاحظ كد الودث الخاص فيه صار مكسوم يعني ظل ال write zero طب احنا مناش يظل ال write zero بدنا يزيد عليه مقدار الودث اللي هو ثلاث مية وثلاثين كان فبدك تيجي ع slider content اسحبه مقدار ثلاث مية وثلاثين فتعال ع slider content هون اسحبه اسحبه بمقدار مينس ثلاث مية احط مينس ثلاث مية وثلاثين اوكي بتلاحظ مينس ثلاث مية وثلاثين استيل ما اخذتش الاشي اللي بدنية فحاول اعطيها مينس مثلا اه ثلاث مية وثلاثين نزيد لها مثلا نسبة بسيطة مينس خلينا نحط مينس ثلاث مية وثلاثين كمان مرة مينس ثلاث مية وثلاثين اكبس انتر وجرب حرك زاوية الى تحت شوي تلاحظ مينس ثلاث مية وثلاثين ممتازة نسبة ممتازة جدا اوكي طبعا ليش مانس ثلاث مية وثلاثين لانه زي ما حكينا حركنا احنا على اليمين اه حركنا العنصر على اليمين بمقدار الودث الاصلي للعنصر اوكي فبدك تحرك لليمين هاي بدك تحركها بينان على حجم العناصر طيب لو جيت حكيت لك بدي كمان عنصر اخر هي عندي هيك كم عنصر صار عندي ثلاث عناصر احنا منيجي بنحكي مانس ثلاث مية وثلاثين ثلاث مية وثلاثين ضرب اثنين يعني كديش بدك تحرك مينس ستمية وثلاثين فبتيجي على سلادر كونتين اه بسلادر كونتين بجي بحكي نو مينس ستمية وثلاثين باكبس انتر بحرك شوي الاسفل بعض الشكل هاي اي اول عنصر اي ثاني عنصر اي ثلاث عنصر اوكي بهذا الشكل فهاي هي المعادلة اللي احنا راح نستخدمها طبعا بتلاحظ اذا اللي حطوا في عنا هون اه في عنا صار مشكلة طبعا اه في سلادر في سلادر ايتم اذا بتيجي على سلادر ايتم بتلاحظ في عندي اه في امور زيحت الى اليسار قليلا اللي هي زي الايكون الموجودة عنده هون فخلينا نرجع على خلينا نرجع على السلادر ايتم الموجود عندي وخلينا نعمل المعادلة اللي حكينا فيها طبعا المعادلة اللي حكينا فيها اه اللي هي عدد العناصر الموجودات جوة سلادر اوكي نشوف كم عنصر موجود جوة سلادر ومنضيف مينس على سلادر كنتنت من الجهة الرايت فاذا كان عندي عنصر واحد بظل بظل السلادر كنتنت من رايت زيرو اذا كان عندي اكثر من عنصر فبزيد مينس ثلاثمية مينس الودث الخاص بالعنصر على الرايت فاذا كان عنده عنصرين بحوط مينس الودث مينس الودث ضرب اثنين فبصلا مثلا مينس ثلاثمية وستين فهاي بدها السكريبت يعني مش راح تقدر تعملها بشكل مانوالي الا تمينك تكتب السكريبت فاذا شفتوا لما زدنا عدد العناصر في امور خربت في السلادر زي لما نيجي هون على الميدل كونتنت نشوفها عندنا هون اوكي هين الميدل كونتنت طبعا الميدل كونتنت تلاحظ هين الميدل كونتنت اوكي الميدل كونتنت موجودة بهذا الشكل اوكي اوكي تخليها نعملها سلايس او سلايس بهذا الشكل اوكي المين ايميج موجودة بهذا الشكل اذا تلاحظ لما غيرنا على الميدل نعملها سلايس تخرب الشكل خليها سيمبل اوكي اه هين المين ايميج تمام حاول الضغر كبر طبعا كل شي تمام الميدل ايميج كل شي تمام سلايدر ايتم اه سلايدر ايتم موجود عنده بهذا الشكل تمام اوكي هاي ميدل هاي ابر هاي باتم تمام اوكي هلا خلنعمل المعادلة اللي حكينا لكم عنها طبعا اول شي اه بدي اجي على السلايدر ايتم اللي موجود عندي هون اه بدي اه طبعا بدي اضيف للسكريبت بدي اضيف للسكريبت اد كومبونت اه راح نسميه مثلا ام زي ام زي ايتم اوكي طبعا اديت سكريبت اعمل نيو كومبونت اديت سكريبت راح تلاحظ انه في عندي اه ايتم جديد اسمه ام زد ايتم اوكي بهذا الشكل ممكن يكون السكريبت يعني خليه فاضي بهذا الشكل اوكي اوكي سلايدر نيو سكريبت كي اعملنا سكريبت بهذا الشكل دبل كليك او اعمل هنا اديت سكريبت اوكي اوكي لاحظ هون اعملنا ادي السكريبت بداجي انزل شوي الاسفل قليلا واكتب السكريبت الخاص به طبعا احنا هون في ستارت راح نكون بحساب عدد العناصر الموجودات عندي في داخل السلايدر فعنا هون احنا سلايدر ايتم واحد فبداجي اعمل اه خلنا اعمل اه سلايدر ايتم واحد هيا سلايدر ايتم فيه كمان سلايدر ايتم نعمل كمان سلايدر ايتم فعلى اسم المثال عندي اه ثري سلايدر ايتم اذا تلاحظ الودث الخاص بسلايدر ايتم الموجود عندي طبعا راح يختلف زي ما حكينا راح نغير على slider content من جهة ال right بناء على ال width الخاص بكل عنصر من العناصر الموجودات عندي هون فعشان نعمل هاي الحركة بدي اروح على start الموجودة عندي هون واروح اشوف كديش عدد العناصر الموجودات عندي فعشان تعرف عدد العناصر الموجودات عندك بدنا نعرف array من mz item array بسميه مثلا ricts rectangles وهون في داخل start ممكن اجيحكي عنه ricts هاي تساوي اللي هو game object اللي احنا فيه اللي هو slider dot get components get components in children اللي هون راح تكون من نوع mz item فهاي المثود بتجبل لك جميع العناصر اللي من نوع mz item في داخل children اللي هوتا احنا هون slider فيه عندي ثلاث عناصر بيحملوا mz item اكي فهيك بنعرف انه فيه عندي ثلاث عناصر اللي بعد ما تعرف عدد العناصر بدي اروح اعمل مثود اخرى اسميها init slider و ال init mz slider راح نعطيها عدة component راح نعطيها اه اه rict transform transform rict transform طبعا راح يكون عبارة عن ال component اللي احنا موجودين فيها و راح نعطيها ايضا اللي هو العناصر ricts هضر فعشان نعمل هاي المثود خلنا نسخم هون منيجي نعمل private اه private اكي private void اه init mz slider و هون نعطيه اه اه rict transform rict transform طبعا ايش rict transform هلا بنحكيكم ايش rict transform اسميه container نعطيه ايضا اه اي collection ايش اسمه اي collection اه من نوع mz item items هذا الشكل ال i collection اه بتكتعمله resolve اه اللي هو بتكتعمل using the collection.generic طبعا هاي المثود اللي اسمه انت امزيد سلايدر راح تاخد ال container ال container اللي هو راح يكون عنا اه rict transform الخاص ب اه slider content فعشان نجيب rict transform الخاص بslider content اه بدكت يجي تحكيله هون اوكي احنا بدنا game object current game object اللي احنا فيه .get component والcomponent اللي هي منوع rict transform بهذا الشكل وبالاضافة الى اني بدي ricts اللي عملناهم اللي هو mz items فهون اول ما اشغل السلايدر بروح بجيب الرicts اللي عندي وبنانع الرicts اللي بجيبهم ممكن طبعا اه زل ما احنا شايفين هون ناخد نمرهم للمثود عن طريق نبعث ال container ونبعث ال items اوكي اذا داخل init امزد slider ايش راح نعمل اول اشي بدنا get the width of the first slide بدنا نجيب ال width اللي خاص ب the first slide اثنين بدنا fix the anchoring for the container اوكي وبعدها ممكن انه ايضا نعمل fix the size if needed تمام فاول اشي يا جماعة بدنا نعمله اللي هو من نيجي نشوف كديش ال width الخاص بالعنصر الموجد عندي اللي هو في الحالة هاي اول عنصر طبعا عنا ثلاث عناصر في الحالة الموجد عندي فكيف ممكن تجيب ال width الخاص في العناصر بساطة جدا ممكن نعمل debug statement عشان نفحص debug.log اوكي من debug.log ممكن تحكيلو اوكي بدي ال items dot ام elements فيه items dot element نعم بس هون اسم ايكونة طبعا عنا هون زي ما شايفين items رحكيلو items dot element ال items element انت لاحظ ان احنا مش كادرين مش كادرين نوصل لها في عنا ال items هاي في عنا مثل اسمها element ات اوكي فاذا بتيجي بتكتب هون مثلا items dot element تلاحظ انه فيش عندي method اسمها element ات هلا ليش فيش عندي هاي المثود خلاني بس احذف هون اشوف السبب الاول ايش احنا عنا هون المزد 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 اوكي يبدو ان احنا مش عاملين امبورت فخلينا عمل اون سيف اول اشوف اعمل بلد بالبداية كابل ما تعمل اي اشي اعمل بلد لانه في عندها يبدو انه في نقص في الا اعمل خلينا عمل بلد بس اذا في عندي ارور طبعا راح يعطيني اشي عندي ارور ممتاز الآن خلينا اعمل امبورت just in case لا using unity engine اونا بداج اعمل using the unity engine dot ui اوهونا نجرب نحكي debug dot log dot items dot اذا ما انتقلت مش جاي عندي اوكي غريب جدا اوكي غريب جدا at zero dot for tg ليش بش جاي غريب جدا هلا هل احنا مستخدمين unity engine unity ui اوكي استخدم system dot collection system dot collection generics unity engine نستخدم using اوكي using system dot link على الشكل اوكي هلا شكلها اجت بدك تستخدم اللينك عشان هيك فباجي بحكي له element at اعطي zero وبعد ما اعطيه element at zero اه باجي بحكي له بدي تحصلي على ال width طبعا كيف ممكن توصل لل width ممكن توصلي عن طريق اه توصل لل game object ومن game object توصل ل component من نوع rect transform باجي احكي له get component من نوع rect transform بعد ما اوصل ل rect transform component ممكن اوصل ل rect فباجي احكي له dot rect dot width بعد ما اوصل ل ثم اعمل save وحلا باجي بع مرا تلاحظوا اوكي اشتغل عنده هون لكن بتلاحظ انه بعطيني انه ال width الخاص بالعنصر zero ال width الخاص بالعنصر عندي هون zero فكيف ممكن نجيب ال width الخاص بالعنصر اول ما نعمل initializer اشتغل راح نشوف في الدرس القانون بشكوركم مصدقائي للمتابعة